بن كفير تحديداً مع المسجد الأقصى لديه فيديو لو كان الأمر بيده لا قم بتدميره بهدمه ما مشكلته مع المسجد الأقصى؟ الصهيونية الدينية تتعامل مع المسجد الأقصى بشكل متطرف جداً لا يمثل عموماً الأغلبية في إسرائيل سواء كانوا من المتدينين الذين يرفضون الفهاب إلى المسجد الأقصى أو من العلمانين الذين يعتبرون بين قوسين طبعاً جبل الهيكل هو مكان انتهى له تاريخ قديم هذا ليس شأننا نحن نريد أن نشتغل في التكنولوجيا وفي الآي تي وما إلى ذلك ولكن الآن مع الحرب هناك ضغوط حقيقية بشرعية وشعبوية الأحزاب الصهيونية الدينية التي سوف تستغل المسجد الأقصى وعنوانه كيف سوف تستغل؟ هو موضوع الاقتحامات اليومية التي للأسف غابت عنها غابت عنها بأن المسجد الأقصى خلال الحرب يتم اقتحامه يومياً من قبل غلاة الاستيطان الذي يقدر عددهم بين المئة إلى خمسمائة لحسن الحاف هذا العام لا يوجد هناك أعياد يهودية هامة في وسط الشهر مقارنة في العام الماضي كان هناك عيد الفصح والعام الذي قبله كان عيد الفصح هذا العام لا يوجد وبالتالي الأعداد المتطرفين الذين سوف يقتحمون سوف يكونون قليلة ولكن بنكفير تم سحب هذا الملف منه قبل عدة أيام جاءت الحكومة الإسرائيلية وقالت بنكفير هو وزير الأمن القومي يعني وزير الشرطة قالوا له هذا الملف سوف يتم سحبه منك لأنك غير متزن متطرف متشدد وعندك موقف وقالوا هذا الملف يجب نقله من بنكفير جنة جنون الرجل الذي يعتبر بأن هذا جزء من صلاحياته ولكن مع ذلك سوف تستمر الصهيونية الدينية باستفزاز المسلمين تحديداً في شهر رمضان ليس في المسجد الأقصى فحسب ولكن حتى في حواري مدينة القدس في البلدة القديمة هذا الملف سحب من بنكفير سليم لمن؟ هذا الملف عملياً يجب أن يبقى في إطار بنكفير الآن المجلس الحرب يعتبر بأن هذا الملف هو يتبع مجلس الحرب هل بنكالنت وزير الجيش الإسرائيلي هو صاحب الصلاحيات عملياً لا لأنهم يعتبرون بأن مدينة القدس هي ليست مدينة محتلة بالجيش الإسرائيلي أو ما يسمونها بأن الأوضاع بالضفة الغربي وقطع غزة يعتبرون القدس هي ليست مدينة حربية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ولكن بسبب تطرف بنكفير ذهبوا إلى هذه المسألة هل يمكن نبيل أن يتم تغيير هذا القرار فجأة ويعود إلى بنكفير؟ طبعاً يمكن هذه الحكومة الإسرائيلية تتبادل الأدوار بشكل مستمر لا يبدو بأن